بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على البيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اعتدنا في كل عام في اليوم الوطن السعودي أن يكون لنا مبادرات لخدمة المجتمع من محاضرات وندوات ودورات تدريبية وبرامج جماهيرية واصطبحنا اليوم على مفاجأة سارة رسالة مفادها أنه هو للاستعداد للمستقبل أطلق سمو وليا لعهد يحفظه الله برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتطوير قدرات المواطن السعودي للجاهزية للمستقبل والمنافسة عالميا فقررنا أنه إحنا السنة هذه نقدم أكبر فعالية قدمناها حتى الآن فبدل ما يكون عندنا دورة واحدة سيكون عندنا في تحدي التجديد ستة دورات تدريبية بشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحت مبادرة أطلقتها المؤسسة العامة بعنوان هي لنا دار وبالتدريب نزيدها عمار فكيف أنه إحنا نقدر نساهم من خلال هذه البرامج التدريبية الستة اللي كل واحد منها رح يساعدك أنك أنت تكتشف نفسك نجاحك قدراتك إمكاناتك وكلها المفترض أن هذه الدورات كانت بتقدم برسوم رمزية 300-400 ريال ستكون مجاناً فبحث أنه يكون الشباب يستطيعوا على مدار ستة أيام متتالية وهذا التحدي اللي نضع أمام الشباب الآن يلا فرصتك واستغلها وانتهزها التنمية البشرية والتنمية المهنية هي صلب هذا البرنامج وهي المحور رح نتكلم عنه على مدار ستة أيام بلياليها بإذن الله اخترنا هذه الدورات الستة لأنه على منصة مناري اللي هي المنصة الوطنية لإصدار الشهادات المعتمدة بالتعاومة المؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني هذه الدورات حازت على الأعلى تقييماً على مستوى المملكة يا ربي لك الحمد حضروها الآلاف السابق وكانت تقييم لها تقييم عالي جداً خمسة جون فقررنا أنه نقدم الدورات ذات التقييمات العالية في هذه الحملة والتحدي الأكبر بالنسبة لنا كان رفع الأعداد المشاركة فقررنا وهذا تحدي كبير نقوله الآن أنه في كل دورة من هذه الدورات الستة نخصص ثلاثة آلاف مقعد مجاني لأبناء وبنات الوطن للتدريب ويحصلوا على شهادات معتمدة في كل دورة ثلاثة آلاف الستة دورات التحدي اللي نضعه أمام أنفسنا الآن أنه نصل إلى 18 ألف وعشان نقدر نوصل لهذا الشيء حشدنا الطاقات والقدرات زودنا طاقة السيرفرات الاستيعابية حجم الفصول الافتراضية اللي ممكن أن نحن نعملها استعنا بعشرين مدرب ومدربة من المدربين المعتمدين المساعدين لنا لتنظيم هذه التظاهر وهذه الفعالية بحيث أنه نطلع فيها بأرقى جودة ممكنة تم التعاقد مع شركات عالمية تقنية كيف أنه نقدر نوصل التدريب بأعلى جودة وبأفضل طريقة ممكنة وتوصل للشباب بطريقة تحفز الفعل الإيجابي بالنسبة لهم وشعارنا كان أنه عندنا ثلاث أشياء لازم نعملها تعليم ويكون فيه value وقيمة عالية علمية ومعرفية ترفيه أنه يكون الموضوع ده فيه entertaining ويكون فيه الموضوع عادة بشيء ما يكون يشعرهم بالملل وأنه يكون فيه empowerment اللي هو التمكين فتعليم وترفيه وتمكين لما نعطيهم أدوات تمكنهم للمنافسة في سوق العمل تمكنهم من أنهم يصنعوا بصمتهم ويبنوا مستقبل مشرق بإذن الله لهم ولأهلهم ولأحبابهم ولأصحابهم وكل المهمين في حياتهم بإذن الله مش فقط دورات تدريبية مجانية أيضا قررنا أن نعمل أكبر حملة تخفيضات على متجرنا عندنا أكبر مكتبة إلكترونية في التنمية البشرية على مستوى الوطن العربي يا ربي لك الحمد فيها آلاف الساعات التدريبية عدد هائل كبير جدا من البرامج التعليمية والبرامج التدريبية في مجال تنمية القدرات البشرية وتنمية القدرات المهنية بحيث أنه يستمروا في رحلة التعلم مدى الحياة وما يكون الموضوع محصور فقط في برنامج تدريبي أو سلسلة برامج تدريبية ستة دورات سبع دورات واخذناها وانتهينا وراحوا بعد كده نبغى التعلم ليستمر مدى الحياة أنه يكون عندك مكتبة إلكترونية زي نتفليكس ولكن للتنمية البشرية وتنمية الطاقات وتنمية القدرات كيف أنك أنت تستثمر في ذاتك بحيث أنك أنت تتجدد بشكل مستمر تجدد أو تبدد وعدد كبير يا رب لك الحمد من الزملاء من الزميلات من المؤثرين اللي يتفاعلوا مع هذه الحملة لإصالها لأكبر عدد ممكن من الشباب للاستفادة فأقول للشباب فرصتكم الآن وأستغلوها على مدار الأيام الجاية تستطيعون أنكم تتابعوا جميع تفاصيل هذه الحملة هذه المبادرات الإضافات اللي راح تكون موجودة عن طريق الويب سايت وعن طريق الموقع المخصص لهذه البرامج ولهذه الفعاليات انتهز الفرصة وبادر في التسجيل الآن واحجز مقعدك واستغل هذه الفرصة حتى ألقاكم بإذن الله في هذه الدورات في هذه البرامج في هذه التحديات لكم مني أطيب التحيات سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك فماني الله سلام أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح مواطن السعودي مواطن السعودي ما في شك يعني بدون مواطن السعودي لن نستطيع أن نحقق أي شيء من اللي حققناه إذا هو غير مقتلع باللي نعمل فيه وإذا هو موه جاهز يستحمل المصاعب والتحديات وإذا هو موه مستعد يكون جزء من هذا العمل سواء عن موظف حكومي أو وزير أو رجل أعمال أو موظف القطاع الخاص أو أي مواطن في أي عمل اللي يعمل فيه بنشك كل اللي يقعدي نقوله فقط نحبره على ورق ترجمة نانسي قنقر